يعني أنا واحد من الناس اللي بتابعك من زمانة ومن معجبينك فخفت إنه شوي إنه لأ طلعت من المود اللي إحنا متعودين عليه بالكوميديا ما خفت هادل إشي خسرك من جمهورك بالعكس شوف كيف أنت عم طلعت مبسوط وبتحكي إنه واو أنا شوفت منال بشكل تاني وبأداء مختلف بالعكس الجمهور لازم يكون منفتح يشوف الممثل بعدة أدوار بعدة حالات أول رد من الفنانة منال عوض على المشاهد الجريئة اللي عملتها في فيلم صالون هدى ومش بس كده هجيب كمان لحضرتك رد المخرج هاني أبو أسعد مخرج الفيلم وكمان هنحاول مع بعض نحكي قصة الفيلم بمنتهى الاختصار علشان حضرتك تعرف إيه اللي خلى الفيلم عامل جدل كبير على كل السوشيال ميديا أستأذنك تأكد إنك مشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان دايما يوصلك كل جديد أنا بحضر الفيلم هاي منال تحتفظة عوضتر لا لا مش منال والسبب إن الفيلم ده بنشوف منال عوض في دور درامي بامتياز بعد ما تعودنا عليها في الكوميدي خصوصا في مسلسل وطن عوض حكاية الفيلم بمنتهى الاختصار إن فيه واحدة اسمها هدى بنت فلسطينية عندها صالون كوافير يعني حريمي مسميها صالون هدى بيجي لها السيدات بتبدأ تستقطبهم وتصورهم عراية علشان هي بتشتغل مع المخابرات ومع الصهينة بعد ما بتصورهم عراية تماما في السرير وبرضو بيكون فيه شاب أو رجل شغال معاهم في المخابرات بينام مع السيدة نوم فعلي وبيصوروا المشاهد دي صور وفيديوهات وبعد ما البنت بتفوق بيبدأوا يسوموها نعرض الحاجات دي على السوشيال ميديا ونفضحك وجوزك وأهلك يعرف حقاتك ولا تشتغلي معانا وتقولنا على كل حاجة احنا هنسألك عليها ده بمنتهى الاختصار قصة فيلم صالون هدى اللي عامل جدل كبير جدا على السوشيال ميديا وسبب الجدل إن المشهد اللي هو يعني مشهد تصوير البنت عارية مشهد عاري تماما بدون أي ملابس في فيلم صالون هدى وهو ده سبب الجدل الكبير بالنسبة لأول رد من الفنانة الفلسطينية اللي للأسف يعني هي ولا فنانة ولا حاجة اللي مسلت في الفيلم ده اسمها منال عوض المزيع بيقول لها أنت أستاذة وأنا تفرجت على الفيلم وبصراحة أنا مبسوط جدا فقالت له هو ده الهدف عندي إن أنا أفصد أي حد يتفرج على الفيلم تعالوا بينا نشوف رد فعلها لما المزيع قالها كده ونرجع تاني أنا بحضر الفيلم هاي منال تحتفظة أنا عوضت لا لا مش منال أنا واحد من الناس اللي بتابعك بتابعك من زمانة ومن معجبينك فخفت إنه شوي إنه لأ طلعت من المود اللي إحنا متعودين عليه بالكوميديا ما خفت هادل إشي خسرك من جمهورك بالعكس شوف كيف أنت عم طلعت مبسوط وبتحكي إنه واو أنا شوفت منال بشكل تاني وبأداء مختلف بالعكس الجمهور لازم يكون منفتح يشوف الممثل بعدة أدوار بعدة حالات أنا مبسوطة إنه أنت طلعت بردة الفعل هاي يعني هاي أنت هاي ردة الفعل كان بدك إياها طبعا 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 بتتكلم وأخذ الموضوع عادي جدا بيسألها كمان لما تعرض عليك الإسكريبت كالرد فعلك إيه قلت له رد فعلي عادي يعني فيلم زي أي فيلم احنا بنعمله وكأن ما فيش أي حاجة تماما واحدة طلعت قصاد الكاميرا العملت بدون أي ملابس وما عندهاش أي إحساس بالخجل ولا بالحياة حسب يالله نعمة الوكيل فيكي وربنا ينتقم منك دنيا وآخرة بالنسبة الرد فعل المخرج هاني أبو أسعد المخرج اللي أخرج الفيلم طبعا كان الرد فعله برضو على الفيلم إنه قصة حقيقية حصلت بالفعل وبتحصل يوميا في المجتمع الفلسطيني وقال إننا القصة دي خدتها عن قصة فتاة فلسطينية اسمها صفاء صفاء طبعا كان قصتها انتشرك جدا في فلسطين في السنوات الأخيرة حصل معها نفس القصة وبعد ما حصل معها كده قررت إن هي تنتحر خوفا من الفضيحة وطبعا لأنها برضو خايفة تتعاون مع الصهينة بس قبل ما تنتحر كتبت الوصية بتاعتها وكتبت القصة اللي حصلت معها لعل وعسى مخرج أو منتج يتكلم عن القضية وبالفعل هو ده اللي عمله هاني أبو أسعد مخرج الفيلم طبعا القضية مهمة جدا 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 ولكن للأسف تم تناولها بصورة خاطئة للغاية أولا الفيلم موجه للشعوب العربية الشعوب اللي يعني بنسبة كبيرة جدا عندهم وعي ديني وعندهم وعي أخلاقي وعندهم عادات وتقاليد وترفض مثل هذه المشاهد فلو أنت كنت عملته على أنه مشهد أو فيلم بورنو ونزلته على المواقع الإباحية كان ممكن نقول عادي ومنك لربنا وحاسبي الله ونعم الوكيل ولكن أنت بتخاطب الجمهور العربي وحاطت فيه مشاهد بورنو حرفيا ما ينفعش تماما كده وده اللي احنا كلنا بنرفضه سواء الشعب الفلسطيني أو الشعوب العربية كلها الفيلم ما يمثلش الشعب الفلسطيني ولكن للأسف فيه ناس بدأت تتكلم على أنه الفلسطيني يبقى كل الفلسطينيات أو الفلسطينيين كده لا الفلسطينيين شعبه محترم وكل الشعوب العربية شعوب محترمة علشان كده بدعوا حضراتكم أنكم تفعلوا هاشتاج وكوفوا مهزلة فيلم سالون هدى ولازم كل القائمين على العمل ده يتحذبوا علشان يكونوا عبرة فعلا أولا قبل كده بدأت بفيلم أصحابه الأعز بمونة زاكي وقلعت الأندر بتاعها قصاد الشاشة دلوقتي في فيلم سالون هدى قلعت ملت تماما مش عارفين بعد كده ايه اللي هيحصل حزبي الله ونعم الوكيلي بشكركم ترجمة نانسي قنقر